زي ما احنا ابتدنا حلقتنا بالاحتفال بذكرى القضية ممكن الحساب الرسمي كمان الاتحاد الافريقي للكرت القدم احتفل كمان بالذكرى الاولى اللي بتمر طبعا على تتويج الاهلي ببطولة افريقيا التاسعة في تاريخه واللي خدها زي النهاردة على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك في مباراة انتهت بالفوز طبعا بنتيجة اثنين واحد سجلهم السلية وافشة ويمكن صفحة الكاف النهاردة على فيسبوك نشرت كده فيديو صغير مضيته خمس دقائق يلخص فيه اهم لقطات المباراة من بدايتها لغاية لحظة تتويج النادي الاهلي طبعا بالبطولة هايز اتكلم حضراتكم شواء على منتخب مصر الاسبودة عنوانه الاساسي طبعا مشاركة المنتخب في كاس العرب النهاردة ان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني هيسافر الساعة 7 بقيادة طبعا البرتغالي كالوس كيروش للعاصمة القطريات دوحى عشان يبتدي استعداداته المشاركة في كاس العرب عندنا 3 مطشاط اتحددوا خلاص بداية هنبتدي ان شاء الله من الاربع اللي جاي هتكون اول مباراة مع لبنان الساعة 3 بتوقيتنا بعد كده يوم السبت نلعب الساعة 6 مع السودان ويوم الثلاث اللي بعده هنلعب اخر مباراة في دور المجموعات في مواجهة الجزائر مباراة اللي هنتظرها اعتقد كتير من المصرين اه هنتبع المنتخب لكن بالنسبة لنا مطش اللبنان ومطش السودان مطشاط يعني في اطار التحضير والتمهيد لما هو اصعب واعتقد انه بداية المشار الصعب هتكون طبعا بمواجهة المنتخب الجزائري يوم الثلاث الساعة 9 مساء من بعدها هنشوف نتائجنا في دور المجموعات ونشوف اذا كان المنتخب المصري قادر يكمل ان شاء الله بإذن الله يكون عنده قدرة طبعا على استكمال المشوار على اصر كتير جدا يمكن ابرزها احمد رفعت عمر كمال عبدالواحد مهند لاشين حسين فصل كلها اسماء بتنضم للمنتخب الوطني وبتاخد فرصتها في المشاركة ويمكن كارلوس كيروش كان عمل من شوية كده نهاردة صباحا يعني مؤتمر صحف يتكلم فيه هو الراجل ليه حساباته ومن الوضع احنا قلنا لحضراتكم من بداية من الاختيارات هو طبعا بعد اصابة امام عشور باجابية تعينته يعني باصابته بفيروس كورونا تم استبعاده من المنتخب الف سلامة طبعا وتم ضم اللعابنا المصري المحترف احمد حجازي في السعودية عشان يكون موجود مع بسة المنتخب في قطر الاهم من ده تصريحات الراجل بتتكلم على فكرة المشاركة من المنتخب المصري سواء في بطولة كاس العرب بتقام تحت تنظيم الفيفا او رعاية الفيفا او حتى في بطولة امم افريقيا انه الاثنين هو بيقول كده في تصريحاته يعني الاثنين يعتبروا مراحل تخديرية او بطولات الهدف منها التحضير للمرحلة النهائية من تصفيات كاس العالم وقال انه اهم عندي واهم عند الجماهير ده برضو كلام على لسان كيروش اهم عندي من التتويج او من الفوز ببطولة كاس العرب والفوز والتتويج بكاس امم افريقيا اننا نتأهل لكاس العالم ولو فص بالبطولتين دول وما وصلتش كاس العالم كلنا هنبقى زعلانين انا الحقيقة يعني متحفز الى حد كبير على التصريحات دي وشايف انه المنتخب اللي عنده القدرة ان يوصل كاس العالم بالتأكيد لازم يلعب على انه يحقق لقب سواء البطولة العربية او بطولة كاس الأمم الافريقية والتنين الحقيقة تتوجنا بيهم او فوزنا بيهم او تقدمنا عروض قواية فيهم ووصلنا لابعد مدى يأكد على جدارتنا وحقيتنا بالتأهل لكاس العالم وكلمه الحقيقة يمكن في المؤتمر معه على الكلام اللي تقال فترة اخيرة انت ماضي مع الاتحاد المصري لا مش ماضي مع الاتحاد المصري كالوس كيروش شغل ما في مصر من غير عقد وممكن يمشي في اي لحظة الراجل كدب الكلام ده كله وقال ان هنا بالتأكيد الكلام ده مالوش اساس من الصحة ولما سألوه على فكرة انه هي تولى مسؤولية منشستر يونيتد كلام اللي تقالي يعني او التقارير اللي قالت الكلام ده قالي الكلام ده بالصحيح واعتقد انه تطورات الموقف حتى في المان يونيتد بتقول عكس ده اروح مع حضراتكم لصلاح صلاح بيتسلم جازة افضل هدف في شهر اكتوبر جازة جديدة بيخضها محمد صلاح والحاجات دي احنا خلاص عودنا عليها صلاح طبعا متقلق مع ليفيربول السندي فيران تورس نجم المان سيتي اللي على بعد خطوات بسيطة جدا من اتمام عملية انتقاله لبرشلونة لكن يمكن اللي عقت شوية من اتمام الصفقة هو السبعين مليون يورو اللي طلبها المان سيتي وردا على انتقال امبابي لريال مادريد وردا على انتقال امبابي لريال مادريد بي اش جي بيغري نجم الريال فينيسيو جونيور براتب يتخطى لخمستاشر مليون يورو سنوية دي الصفقة اللي يمكن تتم في حالة نجاح ريال مادريد في الحصول على التوقيع امبابي وهنشوف اخر تطورات الموقف مع حضراتكم في السادسة بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة